فالصلاة هي المقياس وهي ليه بقى المقياس دعنا صعب أو ربنا الكتب وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين صعوبة الصلاة على فكرة ما فيش ديانة في الأرض فيها خمس صلاة كل يوم ما فيش ديانة في الأرض بتسجد لله ما فيش ديانة في الأرض إلا المسلمين فهي صعبة أول حاجة عايزة شروط شوفي الزكري مش عايزة شروط أذكر ربنا أنا في العربية ونام وأقوم وأروح وأجي على طول لكن دي عايزة تتوضي وتروح تستقبلي القبلة وبعد كده تستوري العورة وماش عارف طهارة المكان وطهارة الثياب وطهارة لا لا ودخل الوقت شروط ما ينفعش نصلي في غير الوقت ما ينفعش فالشروط دي خلالها صعب نمره اثنين خامسة نمره تلاتة كل ليلة يعني في بعض الديانات الكهن هو اللي بيصلي أو رجل الدين أو يعني ظاهب أو يعني كاسم لكن ده لا ده الولاد بيصلي والبنت بيصلي والكبير بيصلي والعجوز بيصلي كل مأمور كل مأمور وكل بيصلي وكل العمر ايه ده صعبة شوية ولذلك العبارة الالهية دي وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين رخصت كل حاجة الصلاة شأنه العظيم إلا على الخاشعين الخاشع بقى اللي خاشع قلبه لله بنحو التزام بنحو تربية بنحو تدريب بنحو خوف بنحو رجاء أم ده تلاقي الصلاة سهلة عليه السؤال هو أنا مقبول عنده ربنا ولا ربنا غضان علي ولا كذا أحرف منين من الصلاة شوف روحك محافظ على الصلاة أنت كده عدت القنطرة ونبقى نتفهم في أي حاجة تانية يقول لي بس فيه زنب كده بعمله وما أناش عارف هتخلص منه وما عليش بس حافظ على الصلاة الصلاة هي اللي هتودهه لك اوعى تؤمر الناس بالمنكر وتقول له يا أخي انت بت والعاسب الله تعالى بتعمل الزنب الفلاني وبتصليه صلتك مش نافعة وقياسا يبقى لنا على من لم تنهاه صلاته عن فشاء المنكر فلا صلاة لك في الثواب مش في الفريضة ده لا صلاة له في الثواب لأنه مش راضي وعلى كل حال الحديث ده ضعيف بالصياقة دي لكن ما عليش خلينا نشرحه في الثواب يعني الصلاة ما بتجيبش الأثر الذي أراده الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعني ما تصلاة ما جابتش الحكاة دي هيبقى صلاتك السواب بتاعها بهتان فعايزين نصلح هذا البهتان مش نترك الصلاة لازم نؤمر تملي بالمعروف وننهى تملي عن الأنكر فنقول له لا انت راجل بتصلي فما تعملش نزن بن فلاني فالصلاة ما لي هي المقياس للقبول التي تدل على أني مقبول عند الله ترجمة نانسي قنقر